بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد سنريكم كيفية التعامل مع ورقة الإجابات التي ستكون بنظام الماسح الضوئي عزيزي الطالب في البداية أعزائي الطلاب هذا نموذج من نمازج التصحيح الضوئي بالماسح الضوئي هكذا ورقة الإجابة ستكون طبعا سيكون عندك نموذجين في البداية بالنسبة للإسم والمبحث والفرع العلمي والرقم الجلوس وخلافه سيكون مكتوب ومطلوع على الورقة بمعنى لو كان رقم الجلوس سأريكم الآن كيفية التعامل في ورقة أخرى لكن في البداية سنبدأ في الأخطاء في عملية التضليم لابد عزيزي الطالب في البداية أن تبدأ التضليل بالقلم الرصاص لماذا عزيزي الطالب بالقلم الرصاص؟ لأنها قد تحتاج إلى أن تقوم بتغيير إجابتك فبالتالي بعد أن تأكد منها فبالتالي عندما تستطيع أن تستخدم قلم الرصاص فبالتالي ستستطيع استخدامهم حالة غير إجابتك لكن الماسحك لابد أن يكون جيدا حتى لا يستطيع قراءتها الماسح الضوي لكن بالعموم التضليل لابد أن يكون بشكل غامق بمعنى لو أخذنا هذا السؤال ولو كان هذا السؤال مثلا الجواب جيم فلابد أن تضل الجيم بشكل كامل بهذه الصورة لكن لو قمت مثلا بوضع مثلا X فلا يقرأها الماسح الضوي يعني لو كان الإجابة وضعتها بهذا الشكل بشكل X فهنا لا يقرأها الماسح الضوي لو وضعتها بشكل مثلا صح لا يقرأها الماسح الضوي كل هذه أمات خاطئة لو قلت أنا أريد أن أحوطها بشكل دائرة أيضا لا يقرأها الماسح الضوي فطريقة التضليل الصحيحة عزيزي الطالب هي أن تقوم بالتضليل بهذه الصورة على الدائرة بشكل أساسي بكل الدائرة لكن هنا عزيزي الطالب قد تخطئ يعني لو أنا أخطأت وقلت سأكتب على هذه الورقة هنا مثلا لاغي وهنا سأقوم بالتضليل هذه الصورة هنا هذا الجهاز لا يعترف بكلمة لاغي فبالتالي هنا سيقوم بلاغي هذا السؤال بالكامل ولن تأخذ إجابته لذا لابد أن تستخدم في البداية قلم الرصاص بشكل أساسي عزيزي الطالب لماذا قلم الرصاص حتى تستطيع أن تغير الإجابة يعني أنا كنت هنا قمت بتغيير الإجابة وبالتالي سأستطيع أن أستخدم هنا الإجابة الأخرى مثلا طبعا لابد بالأساس أن يكون التضليل بالقلم الجاف الأزرق بشكل أساسي بهذه الصورة طب يا أستاذ لو قمت مثلا بالتضليل على شكل هلال لا تقرأها الماسح الضوء فبالتالي لابد أن يكون التضليل بشكل غامق وهنا مثال مثلا للتوضيح مثلا عاصمة الأردن هي طبعا عاصمة الأردن هي عمان فالإجواب جيم إذن سأبدأ بجيم وأقوم بعملية التضليل بشكل كامل بهذه الصورة لكن لو قمت وضعت خط X تضليل بهذه الصورة هذه كلها ستكون إجابات طبعا لا تعتمد وبالتالي سيكون هناك خطأ في الحل فلابد هنا أن تقوم بتنظيم وقتك يعني أنا سأريكم نموذج مجاب هنا حتى يكون الأمور وضحاء هذا هذا نموذج مجاب عزيزي الطالب وكما نرى هنا هذه الإجابات لابد أن يكون هذا التضليل بهذه الصورة طبعا عندما رقم الجلوس مثلا هذه الأرقام رقم الجلوس سبعة فهنا سنقوم بسا بالتضليل على رقم سبعة رقم أربعة سأقوم بتضليل رقم أربعة على نفس العمود رقم الجلوس واحد سأكون بتضليل لكن في الأساس هذه الجزئية ستكون تلقائيا تمتع بيئتها بإلكترونيا يعني في الأساس ستأتيك الورقة مطبوعة والرقم الجلوس والاسم مطبوع عليها بهذه الصورة لأن البرنامج سيقوم بقراءة رقم جلوسك وبالتالي فيه طبعا كثير من الطلبة يعتقد أن عملية التضليل سهلة لا عملية التضليل تحتاج إلى كمية كبيرة من الوقت فبالتالي إذا لم تقوم بتنظيم وقتك وقمت بأنك ستضلل في وقت قصي ستخطئ وبالتالي ستحتاج لتستخدم مزيد طبعا مزيد في أغلب الأوقات تعتبر إجابة خاطئة لو أخطأت في تضليل إجابة أخرى كما ترون قد تكون أعداد الأسئلة من أقل من خمسين سؤال فبالتالي ستحتاج إلى وقت عملي لو قلنا أن كل تضليل السؤال سيحتاج إلى نصف دقيقة فأنت تتحدث عن من نصف ساعة إلى خمس وعشرين دقيقة لتضليل خمسين سؤال فهذا نصف ساعة فقط للتضليل أنا هنا لا أتحدث عن عملية الإجابة فبالتالي لابد أن أتأكد أن الإجابات صحيحة لأن عملية تغيير الإجابة لو كانت بالقلم الجاف ستكون في أغلب الأحيان خاطئة طبعا لو أخطأ سيعطيق نموذج هذا النموذج فارغ لا يكون مكتوب فيه الإسم وبالتالي ستقوم أنت بتعبئة هذه الخانات وبالتالي عملية ستأخذ وقت طبعا المراقب لن ينتظرك حتى تقوم بتعبئة يعني لو قم برن الجرس طبعا تلقائيا ستخسر أي سؤال لم تقوم بتضليله وطبعا علاوة على عملية الربكة لأنك عندما يدركك الوقت فإنك سترتبك في كثير من الإجابات لذا قم بتنظيم وقتك بالشكل جيد حتى يتبقى لك الوقت الكافي من أجل عملية التضليل فيه طبعا عزيزي الطالب لا تستخدم المزيل لأنه أيضا بشكل أساسي فيه ولا تكتب على أي جنب يعني الكتابة هنا مثلا أو هنا قد تعتبر هذه الورقة لغيال إذا أنا أنصح أن تقوم بعملية الحل على ويقطة الأسئلة ومن ثم نقلها هنا بشكل أساسي بالقلم الصلاة فعندما تتأكد تقوم بالتغميق عليها بالقلم الجاف أي ملاحظات تكتبو لها في التقليقات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم